الحاجة لما بتتعامل بحب بيبان عليها وبيكون شكلها أحلى انتو ايه رأيكم؟ يلا بنا نبدأ مع بعضنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضنا قصيت أربع قطع من خشب السويدي تخالي 12 ملي قطعتين 8 في 18.5 وقطعتين 8 في 13 سنتي وهستعمل بقى الدليل الخاص بالتعشيء بالروتر اللي كنا شرحناه قبل كده وهبدأ بقى عملية النقر واللسان التعشيء دي اسمها العلمي العربي هو التعشيء الصندوقية بالانجليزي بوكس جوين ودي تعتبر من أقوى التعشيء في عالم الأخشاب واللي بتعيش سنين بسبب قوة الترابط اللي بتخلقها نجرب كده التجميع ما شاء الله تعشيء هايلة والدليل مزبط الدنيا باخد بقى أضلاع أو أجناب الصندوق وابدأ بالروتر أحفر فيها محفرين عشان نسقط فيهم الغطة ويقل قعدة بنتت بقى حفرة 4 ملي ومستعمل ستوبتين على الأطراف عشان لما أحرك الدلع يكون الحفر في المكان اللي أنا عايزه بالتحديد وميطلعوش برا عند النقر أو اللسان قادي الشكل اللي أنا عايز أوصله حفرين متوازيين وحكمل بقى بنفس الطريقة باقي الأجناب بعد كده هنروح لمنشور الطاولة اللي أنا مميل سلاحه بزاوية 10 درجات تقريبا وهزبط بقى الدليل عشان أحفر حلية بغطى الصندوق قادي أول دلع كويس كده باكل بقى الأربع أضلع بنفس الطريقة ده كده الشكل النهائي اللي أنا عايز أوصله وبجيب بقى عدة الصندوق وياكل أطرافها عشان تعشق وتدخل في الحفر اللي عملناه في أجناب الصندوق قادي الشكل النهائي حفر داير ميدور وبيركب في مكانه بدقة تماما بغطرت بقى أضلع الصندوق وحصنفر الأجزاء الداخلية الأول عشان بعد كده مش هطولها أصلا ونروح بقى للتجميع طبعا بستعمل الغيرة مع فرشة دقيقة أو رفيعة عشان أعرف أدهن ووصل الغيرة لأماكن النار من غير طبعا مسايل غيرة كتير جوا الصندوق مهم النقطة دي لو عايز الشغل يبقى أنضف بجمع بقى الأربع أضلع ورشق فيهم الأعداء والغطاء وبمسكهم بكام أمطة واسبهم ينشفوا على مهلوهم يعني ليلة كاملة فأشوفكم بكرة بعدما الصندوق نشف ببدأ الصنفرة الخارجية الأول درجة 120 وبعدين 240 دي بقى حاجة ترجع لنوع الفينيش اللي انت عايزه مع نوعية الخشب كمان نفسها بالروتر بقى مع بونتة غسير ربع دايرة صغيرة بنضف كل أطراف الصندوق ناخد بقى الصندوق والروح لمنشار الطاولة أنا بثبت الدليل على مسافة حوالي خمسة سنتي ونص وببدأ أقص وافصل الغطاء ايه اللعب؟ الله ينور صندوق زي ما كتاب بيقول على لوح خشب اللازق فيه ورقة صنفرة هنضف طرف الصندوق كويس وكمان طرف الغطاء عشان بقى أشيل أي زيادة وطبعهم على بعض عشرة على عشرة طبعا ممكن نركب مفصلات عادية كبيرة بقى أو صغيرة من بره كده أو حتى ندفنها جوه الصندوق لكن أنا حبيت أركب المفصلة دي يعني هي شبه مفصلة البارافون شوية بتبقى مدفونة وشكلها مميز دي بتخانة 8 ميلي فهروح بقى للدريل بريس أحفر في الأول في الصندوق وبعدين أحفر في نفس المكان في الغطاء ايه دي كده الشكل النهائي بفك بقى مصمار التدقيرة اللي في المفصلة أدخلها في مكانها واضغط عليها كويس واتأكد إن مكانها مظبوط وبعدين بقى برجع أقرت على مصمار التدقير عشان المفصلة ترشأ في مكانها وتثبت أكمل بقى بنفس الطريقة تركيب المفصلة في مكانها في الصندوق وفي الغطاء بعد كده بدهن الصندوق بأي لون غامق شوية بدهن الصندوق الأول بالكامل وشوية كده وبامسح بقى الدهان الزيادة بأي قماشة نضيفة قطن وده كده الشكل النهائي حسيبه ينشف شوية حلوين وبعدين أدهن أي ورنيش لميع أو مط حسب بقى رغبتك بعد ما لو رنيش نشف بركب بقى أي حلية خارجية عشان تبقى قفل للصندوق المفصلة والقفل دول ممكن تلاقيهم مثلا عند فرج سامعان اللي في القاهرة أو تلاقيهم اونلاين لو تحب ده كده الشكل النهائي للصندوق حبيت الصراحة يعني ممكن نلزق ستيكر قطيفة أسود أو أحمر جوه الصندوق لو عايزين نديله فخامة وشكل أفضل يلا مش حاصيكم بعلاك والشير وان شاء الله نتقابل على خير سلام عليكم سلام عليكم